لكن كثيرون يقولون طيب أين لطف الله بالجبال مثلا أو بالبحار يعني بالجمادات أو بالماديات نعم لطف الله سبحانه وتعالى في أنه هذا اللطف هنا يعود إلى الإنسان لأنه سخرها له الإنسان لا يستطيع أن يصنع جبال ولا يستطيع أن يصنع بحار مهما أوتي من علم ومن 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 هو طبعا البحار عشان يشرب الماء مثلا الجبال المليئة بالمعادن وملئة بالذهب وملئة بكذا وكذا هي التي تلعب دورا كبيرا مثلا في ترتيب المناخ يعني إذا كان في الدفء في البرد إلى آخره فإذا الكائنات الأخرى التي لا يتصور منها أنها يلطف بها في ذاتها هي لطف أو أداة من أدوات اللطف بالنسبة للإنسان لكن لا يقال أن لا يوجد لطف في هذه الكائنات الجامدة التي لا تشعر ولو أن هناك اللطف آخر يعني انتبه إليه العلماء التصوف والقرآن يثبته حقيقة وهو أن هذه الكائنات الجمادية ليست ميتة سبحانك ربا وتسبحه الجبال تسبح ربنا سبحانه وتعالى طبعا الجبال أداء نصوص قرآنية موجودة وإن من شيء إلا يسبح بحمد وشوف كام آية تأتي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض هذه النصوص يعني حتى توديها فين إن كنت مؤمن بالله لازم فإذن هذه الجمادات تسبح الله سبحانه وتعالى والآية وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبحهم مش عارفين بينسبحوا إزاي لا يمكنرش تعرف لا حتى لو يعني ما إحنا عندنا مساء نسمع الضيور أحيانا لها أصوات أصوات ولا نفقها إطلاقا لا تستطيع أنما هي أصوات لها معنى عندهم في هذا العالم وحتى يعني يقال أن هذه الحيوانات أيضا والدواب كلها مش يقال يعني ثبت بالحديث الصحيح أنها يوم القيامة تحشر كما يحشر الناس حتى الحديث يقتص للعجماء من القرناء القرناء اللي فيها قرون العجماء اللي هي ممسوحة فأشكوره فأحيانا القرناء دي طبعا تتسلط على دي عارفا مش هتقدر ترد عليها فتنضح العجماء دي وتتسلط عليها لأنه دا جاي من فين جاي من صفة العدل العدل مع معنى عدل مطلق أنك تتناول كل شيء من بين هذه الأشياء عندي حيوانات تعتدي على بعضها وبعض ضعيف يوم القيامة يقتص للعجماء من القرناء يأخذ حقا